السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتي نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم ما كتشوفوا هاد الفيديو اليوم غادي نوجد سردين طريقة زوينة بزاف لديدة صراحة كتجي لديدة بزاف وخفيفة ما كيديرش لنا الحرقة وما كيكونش تقيل على المعدة صراحة كيجي ضوين بزاف بها الطريقة اللي غندير ليه ما فيش بزاف ديال اللقاء ما فيش الحامض وشوية الملحة وشوية البزار وشوية ديال الزيت يعني ما فيش تشي حاجة اخرى وكيجي خفيفه وكيجي مقرمش من ذكش الرفاع هنا يجبت الحامضة صغيرة عصرتها المهم الحامض على حسب الكمية اللي عندكم انا عندي كمية صغيرة يعني كمية قليلة ما غديش تندير الحامض بزاف وغادي ندير عليها شوية ديال الملحة وشوية ديال البزار وشوية ديال الزيت اه سافي هادش اللي غادي ندير فيها ما كنديروا بتشي حاجة اخرى ولكن كيجي لديد بالساف سافي غادي نخلطهم مع بعضهم سافي غادي ندير فيهم دك سردين كامل اه سردين انا اه حيتلوس اه للشوك سافي غادي نديرو هاكا في الحامض وغادي نخليه سافي من بعد خليته انا في الحامض تقريبا شي نص ساعة وديروه في نفس الوقت يعني ما يمشي مشكيل جبت هاد هاد القطبان ديال ديال شوية اه انا هرستهم على ود المقلة عندي صغيرة على حسب المقلة اللي عندكم يعني تخليوهم وسافي غادي نجب السديل هاكا اللويها سافي غادي ننقدهم في هذا دائما هادك الجهة المفتوحة هي اللي تكون اه من القدام باش ما اللي نديروهم في الزيت ما يتحلوش لنوجي شكل ديالهم ما زويش يكونوا كاملين هاكا مقادلين اه الجهة المفتوحة كلها تكون من جهة وحدة تيجي التال من در ديالهم زوين صراحة وسافي غادي نبقى لنا اه اللويهم بحال هاكا صراحة احنا ولفنا اه لا سر دين بكلقة ما ودك الشي اه ما كدجيش صراحة كيجي تقيل وكيدر الحرقة ها الطريقة هادي كيجي زوينا ويعني تقدروا تديروهم هاكا وديروهم في الفران تقدروا تخليوهم يعني تشويوهم تقدروت اه انا غادي نقليهم في الزيت صراحة كيجيو اللذات بزاف صافي هنا من بعد ما كملتهم اجبت شوية ديال دقيق غادي ندير عليه شوية ديال البصار وشوية ديال الملحة هوافج غادي نديرهم باش ننقليهم وكيف ما قلت لكم دائما هنديك الجهة اللي مفتوحة هي اللي تكون من التحت صافي هاكا غادي نديرهم في الضقيق مزيان ضروري ما ندير ليهم الضقيق مزيان وانضغط عليهم باش يشتفيهم الضقيق باش كيجونا مقرمشين وما كيشربوش لنا الزيت بلزاف كيجو ناش فين ملك يتقلعوا سافي هنا كملتهم كاملين من بعد ما كملتهم سافي درز الزيت يسخون وغادي نحطهم يتقلعوا وهاديك الجهة اللي كان نقولها وكان نعودها هديك الجهة اللي مفتوحة هي اللي تكون من التحت باش ما يتفتحوش ويجينا شكل ديالهم مزوينش سافي هنا غادي نخليهم يتقلعوا طبعا انا ديرا سرديل وديرا ستيك لو الراجلة ما كي يأكلش الحوت كل واحد والماكلة دياله سافي غادي نخليهم حتى يتحمروا من هديك الجهة عاد نقلبهم الجهة الاخرى سافي هما تحمروا لي من الجهة اللي التحت دبق اه غادي نقلبهم وسافي ما غاديش ياخدوا من هدي الجهة هدي اللي قلبتهم عليها ما غاديش ياخدوا بزاف ديال الوقت يعني واحد اه التواني لانهم طابوا خصهم غير واحد شوية وصافي وسافي من بعد ما اه خرجتهم من زيته يجي هذا هو الشكل ديالهم الصراحة كيجيو زوينين كيجي المادق ديالهم لديد بزاف وحتى في المنظر ديالهم زوين تمنى انكم تجربوهم ولكنتو اول مرة تشوفوا هذا الفيديو ما تنساوش لايك وسبسكرايب والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله موسيقى شكرا